السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزائي طلاب الصف الثالث متوسط. نرجع نكمل حل اهم الاسئلة المرشحة للامتحان الوزاري لمعدة الرياضيات. عندنا سؤال يكتب المقدار الاتي بابسط صورة. عندنا هذا السؤال طلاب من الاسئلة المهمة والمرشحة. اه تجيكم بالامتحان اه الوزاري. طلاب العزاء هذا السؤال كلش سهل. اول شيء اباوه على هذا الفوق هو مجموع مكعبين. اذا اجي احل مجموع مكعبين. اسوي قوس قوس صغير وقوس شبير. اجي الواي تكعيب. هنا قبلها كل شيء نزل اشارة نفسها. هنا عكس الاشارة. هنا دائما موجب. نفس الاشارة. عكس الاشارة. وهنا دائما موجب. حتى الطالب اللي اول مرة يقوم الرياضيات راح يفهم هذا السؤال. الواي تكعيب جذرة تكعيبي واي والسبعة عشرين جذرة تكعيبي ثلاثة. الاول تربيع ثلاثة تربيع. يعني هذا الاول وهذا الثاني. خاف اقول لك الاول تربيع. هذا الاول تربيع ثلاثة. عفوا واي. واي تكعيب تربيع. عفوا. الاول تربيع. واي واي تربيع راح يصير. هنا نخلي الاول بالثاني. هذا الاول وهذا الثاني. واي فيه ثلاثة ثلاثة واي. هنا ثاني تربيع. ثلاثة تربيع حجقة التسعة. هذا الشهر راح نحله. طلاب هذا هنا اتجوا عامل مشترك الواي. ناخذ الواي عامل مشترك ونفتح قوس. واي بواي وبواي نقسم على واي على واي. نقسم على واي. واي تكعب على واي يبقى واي تربيع. ناقص تنزل. ثلاثة واي تربيع على واي. تروح الواي. تربيع تروح التربيع ويا الواي يبقى ثلاثة واي. زاد. واي تروح ويا الواي ينزل عندي بس التسعة. راح تجي تختصر هذا ويا هذا. شينزل عندك فوق? ينزل عندك واي زاعد ثلاثة. على واي. وابد لا تختصر للواي والواي. نهائيا. اللي هنا اوكي انت حصلت عشر درجات. خطوة خطوتين. هذا فرق مجموع مكعبين عفوا وهذا حامل مشترك وحل السؤال. حلنا السؤال الاخر. مهم جدا. بسط. اه اكتبوا المقدار اللي آتي بابسط صورة. طلاب. شوف السؤال تشم خطوة. هنا اي اول واحد هذا. ينزل عامل مشترك. اثنين تاخذ عامل مشترك. نزل عندك واي تكعيب ناقص مية وثمانية وعشرين. راح اصير عندنا اربعة وستين. عفوا راح اصير عندنا اربعة وستين. تبع علي. قص اخذنا اثنين عامل مشترك قسمنا على اثنين. اثنين تروحوا اي اثنين ينزل عندي بس الواي تكعيب. مية وثمانية وعشرين على اثنين. طلعت عندي اربعة وستين. واضح? هنا ايه كذلك ناخذ عامل مشترك اللي هو والواي نقسم على واي ونقسم على واي ونقسم على واي. واي تكعيب يظل عندي واي تربيع ناقص. اربعة تنزل عندي. عفوا ازاد هانية. واي تربيع راح اصير عندي بس الواي زادا والستعش. تروح الواي يينزل عندي بس السطعش. اتمنى طلاة افتهمته اشجه جأه سوي ااني. اتمنى افتهمته. هنا اخذنا اثنين عامل مشترك وهنا اخذنا العامل مشترك. هذا ما راح تكلش تقدر تاخذ من عنده ينزل نفسه. ينزل نفسه هذا. طلاب هسه هناش عندي. هسه هاني عندي هنا. اثنين تنزل وهذا سوى قوس هنا قوس صغير وقوس شبير. اوكي. اشارة ناقص موجب. عكسها يعني عكس الناقص موجب وهنا دائما موجب. الواي تكعيب واي والاربعة وستين جذرها التكعيبي اربعة. ها تقول هذا الاول وهذا الثاني الاول تربيع واي تربيع الاول بالثاني واي في اربعة اربعة واي. وهناي دائما الموجب بالستعاش تربيع الاربعة. يعني تربع الاول. تضرب الاول بالثاني وتربع الثاني. هذا ينزل كما هو ما تحلل. هذا مو دربالك عبالك حدودية ثلاثية. هاي مو عبالك حدودية ثلاثية. لا. هاي ما تتحلل. روح حللها بالحدودية الثلاثية ما تتحلل. ناقص. واي ناقص واحد على واي. شو بطلاب? هسه تجي تختصر هذا. وياها. اش راح يساوي عندك الحل. ضل عندك فوق اثنين. تضربها. في واي اثنين واي. واثنين في اربعة ناقص ثمانية. على واي. ناقص واي ناقص واحد على واي. انا اختصرت خطوة خالي اختصرتها وياها. اثنين في واي اثنين واي. اثنين في سالب اربعة سالب ثمانية. هنا هذا راح تبقى عنده جوة بس الواي. وهنا عندك واي ناقص واحد على واي. شو راح تحلها. شو بطلاب. هنا. هنا شو بطلاب. هنكمل هنا. اثنين واي. ناقص ثمانية على واي. نطول الخط نقول سالب في واي سالب واي. والسالب في سالب واحد موجب واحد. وذني الواي والواي اخذنا منهن واحد واي عامل مشترك. اثنين واي ناقص ثمانية نزلت. ناقص في واي ناقص واي. والناقص في سالب واحد موجب واحد. والواي والواي اخذنا منهن عامل مشترك واحد. اثنين واي ناقص واي يبقى عندي واي واحد. يعني هاي اثنين واي. هنا موجود ناقص واحد واي. طلعت عندنا واي. سالب ثمانية زاد واحد لعدة سالب سبعة على واي. هذا طلاب سؤال مرشح ومهم. جدا مهم. هذا السؤال. نكمل حل طلاب الاسئلة. نكمل حل الاسئلة. عدنا هذا السؤال. اكتب المقدار العاتي بابس الصورة. عدنا هذا السؤال. شور راح نحل بابس الصورة. اول طلاب انا هذن انت بسيط المقادير الجابريه. هذا طبعا بالفصل الثاني يحتمد على التحليل مالتك. يعني هنا انت عندك تي زاد اثنين تي زاد اربعة. هذا ما راح يتحلل. تي تربيع زاد اثنين تي زاد اربعة ما يتحلل. هذا عندك يتحلل بالفرق بين مكعبين. العفون سوا قوسين قوس صغير وقوس شبير. الاشارات هاي هنا هي السالبة. هنا موجب. هنا دائما موجب. تي تي ولثمانية اثنيا. الاول تربيع. تي تربيع. الاول في الثانية اثنين تي. ودائما موجب اربعة. اتمنى ما احلى بصورة سريعة حتى تفهم علي. هذا نزل نفسه. هذا فرق بين مكعبين. باعتبار فاهمينه. قوسين قوس صغير وقوس شبير. الاشارة نفسها عكس الاشارة دائما موجب. تي تكعيب جذر التكعيب تي. والاثمانية جذرها التكعيب اثنين. الاول تربيع. هذا راح يكون تربيع. الاول في الثاني اثنين فيه تي. والثاني تربيع اربعة تربيع. اثنين تربيعها اربعة. زايدا. اثناش تنزل عندي. تلاثة تي ناقص ستة ناخذ تلاثة عامل مشترك ونفتح قوس ونقسم على تلاثة. تلاثة تروح هي تلاثة ينزل عندك بس ستي. ناقصا ستة على تلاثة ينزل عندك هنا اثنين. تقدر تختصر تقدر تختصر هذا اللي ما تحلل وهي هذا. هنزل عندك هنا واحد. وهنا تي ناقص اثنيا. زائدا. هنا عندك اثناش على ثلاثة. هاي بيها واحد. وهي بيها اربعة. اربعة على تي ناقص اثنيا. هس طلاب العزاء صارت عندنا اقدر اخذ عام مشترك من المقام. واحد من المقامات اللي ان صار من الشابهات. واقل واحد زائد اربعة خمسة. واحد زائد اربعة خمسة. اتمنى طلاب فهمتوا. هذه الورقة راح تلقونها بقناة على التليجرام. رابط. اه طلاب العزاء هالورقة راح تلقونها بقناة على التليجرام. رابطها موجود اسفل وصول الفيديو عفوا. وحساب الانستجرام وقناة المعرفة التليجرام اللي حبي براس اني يستبسر عن اي سؤالان حاضر. اه شكرا طلاب لكم وشكرا متابعتكم. ان شاء الله التوفيق ومع السلام.